الممثل والسام الالتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية والسياسة الأمنية اعتبر الطاقات المتجددة أرضية خصبة لشراكة واعدة وتعاون اقتصادي مع الجزائر اسمحوا لي أن أتكلم بالخصوص عن بعض القطاعات أولا الطاقة هي بدون شك قطاع لدينا فيه شراكة تسير بطريقة جيدة تسعون بالمئة من الصادرات الجزائرية للغاز تتجه نحو أوروبا ونحن نعول على الجزائر بكونها شريك موثوق به خاصة في الأوقات الصعبة ونتمنى تعميق هذه العلاقة بالتعاون مع الجزائر ليس فقط من أجل الحاضر ولا الغاز اليوم بل نحو المستقبل وهذا بإعطاء أولوية للاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقات المتجددة لأن الجزائر لديها مستقبل واعد في هذا المجال